القضية الثانية أنا دائماً أأكد على قضية الشهداء وشهداء العراق في كل الصنوف شهداء سارية وعلم وفخر وعوائلهم لما الظل الظل أمانة كل إحنا يجب أن ننحني إجلالاً وإكراماً لهم شهداء الحجل الأبطال الاتحادية البيش مرقة الإرهاب الاستخبارات النجدة الإطفاء كلهم خل سمعكم هذا الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم نحن عائلة الشهيد عبد حمزة مولى الله المنسوب لقيادة شرة محافظة بابل وزارة الداخلية خصصت لأخي قطعة أرض سكنية بتاريخ خمسة وعشرين تسعة الفين وسبعة عشر المن أنه استشهد بتاريخ سبعة وعشرين عشرة الفين واربعة هنا لاحظ لك على التاريخ فدو أروح لك جزاك الله خير يلي أتمنى توصل صوتي إلى رئيس الوزراء المحترم ووزيرة الإسكان والإعمار المحترم وتشوف المصيبة اللي إحنا بيها من خلال البلديات في بابل وبالتحديد بلدية قضاء القاسم قلنا خصصت لنا القطعة بتاريخ خمسة وعشرين تسعة الفين وسبعة عش وبعد مراجعتنا إلى البلدية المذكورة أعلى رفضوا تسجيل القطع لنا ولثمانة وعشرين شهيد بحجة إن القطع أو المحور تجاري فسأناهم يا باب إذا تجاري أنتم ما عندنا ذنب أنتم اللي خصصت إذا تدرون بالتجار ليش تخصصوا للشهداء وتورطوهم كان جوابهم والله غلطا من الموظف فسأ الغلطة من الموظف يتحمل تحمل إيتام الشهداء ما شفنا موظف تعاقب أو حوسب بعدين وراء مراجعة قالوا مدير بلدية القاسم إشارة التركية ظللنا إحنا في تيها من أمرنا يعني ما أدري راجعنا مدير بلدية العامة في بابل قالوا يا باب المحور تجاري وميسر تسجلوا ولازم يسوون تغيير استعمال كتاب تغيير استعمال سوينا كتاب تغيير استعمال عن طريق الناب حسن فدعم اللي كان هو موجود بيوم تخصص القطع والقطع من خصصنا حسب القرعة جاء يجي الرد من الوزيرة بالرفض سوينا كتاب ثاني هم يجي بالرفض ثالث هم يجي بالرفض والحد آخر أيام هذا الكتاب الرابع اللي هم يجي بالرفض وبعد مراجعاتنا العقيمة إلى البلديات المذكورة وجدنا بأن أكو قاضي مسجلي لقطع نفس المحور والشارع وركن ونفس الحالة زوج عضوة مجلس محافظة حسب ما نقل لي أبو الأملاك هم مسجلي لي وأكو شهداء بالحشد الله يرحمهم ورحم شهداء العراق كافة هم مسجلي لهم بقيا نحن 28 شهيد دقنا العمرين من كتر المراجعات من كتر يعني بالله حسينا بالإذلال يعني ما نعرف المفروض الشهيد اللي نعرفه يكرمون أبنائي ولولي الشهداء نحن أنا اتوقفت عد كثير من نقاط بهذا الفيديو حتى الشباب بير ما يحصلون ليهم ضحى شوفوا ليهم ضحى قبل أن ينتقل يعني أنا اتوقفت عد قضية مؤلمة أنا أريد أسأل كل من يدعي إنه مشؤول أو صار مشؤول أو كان مشؤول من هم الأفضل الوزير لو القاضي لو زوج عضوة مجلس المحافظة لو المحافظ لو الإعلامي لو الشهيد بكل دول العالم كلكم راح تقولون الشهيد لكن بشرفكم اطيتم امتيازات للشهيد مثل ما اطيتم امتيازات للوزير أو امتيازات مثل عضو مجلس النواب أو امتيازات لوكلاء الوزراء أو المدراء العامين هذا مستشد بـ 27 عشرة الفين واربعة يعني قبل سبع طاعة سنة اطيتو قطعة طرعا التجاري ليش به معوالي الشهداء ما يليق بهم يقعدون بالتجاري بس يليق بالقاضي بس يليق بالوزير بس يليق بالمتملقين وليش لاس اخذت وما اخذت وبعدين هذا الوليد عضو زوج عضوة مجلس المحافظة ليش اخذ ليش هو احسن من عائلة الشهيد احسن له وبعدين انت يا معالي الوزير لما يعيدوا لك الكتاب ليش ترفض ذلك 28 شهيد راحوا حتى تظل انت وزير أو حتى ظلانا على العلو بالتلفزيون أو حتى يظل الرئيس يحكوم أو حتى يظلون الولد يبوقون مو ليش ما ياخذ بالتجاري معالي الوزير شن السبب ما ياخذ بالتجاري انت احسن منه ولما رفضته انا ما فعلا ما اعرف لما رفضته هاي القطعة ما تروح الى مواطن له هاي القطعة فقط للذين امنوا واملوا الصالحات اذا كان فهو اشد ايمانا منكم ومننا ليش ما تطوهيها هو لو الان اكوا واحد يسمع صوت هذا عوالي الشهداء اللي انتو دي تشوفونه الان من منطقة من هيئته من شكله ذول ناس متعففين ناس الطو دم للوطن ما يستحق انه تطونا على التجاري ان تفتحون التحقيق مع الوزير ومع القاضي ومع زوج الحبابة وشوفوا ليش ذولا اخذوا ذولا ما اخذوا والله لو اكوا عدالة لو اكوا عدالة مدير البلدية والوزير والله لذبهم بالسجن او اخلي عليهم حصر يشوفوا الشمس لانه انتو هالشكل هزمت الناس بيننا الضحي الناس تطدم وانتو تاخذون امتيازات هزا هذا مو حق لا خلفة لا عليك ولا عليك هذا استحقاقه بس ما يستحق بالتجاري ليش؟ لانه فقير اشتركوا في القناة